السلام عليكم عائلة يوسف الثانية مرحبا بكم في هذا الفيديو التحليلي الجديد لمباراة حسنة أقادير ويوسف يطبر رشيد المباراة التي انتهت بإثنال صفر وكان ممكن انتهي بربعة صفر خمسة الصفر وزيد الفوق ستالصفر ستالصفر سبع الصفر على العموم الأشخاص الذين كانوا يتسنوا أننا نفعلوا ريأكشن مع اللايف ماهو اللايف وماهو المباراة كاملة على النقل المباشر ولكن للأسف شي ضروف كانت خارجة عن إرادتنا ولا Eraكسنا نتادر وإننا اعتدرنا بشدة ولك والمهم والمهم فاتش كامل والأن الحسنة فدت المهم فاتش كامل والأن الحسنة رجعت المركز الرابع ولمهم فاتش كامل أن الحسنة تقادير عبوعت نقطة من حجب الحسنة الملك وفي الأمر ملك يوم 2002 و Essentials Mlessness wlik necesitCare ومن المهم اكتر فاتش كامل أن مباراة الفصل اللاها في الحسنة والجيش ستكون في ملعب أدرار يعني في المتناول في المتناول الحسنة يجب الأمر ذات من وكتوى المرتضي والافرب من المركز مركز الثاني من رجاء كل شيء ممكن المهم دخلوا مباشرة في الموضوع الحسن العقدير المدري بردا حكام لعب نفس الشكلة التي تعودنا على المباراة الماضية مع جديدة التي تعادلنا في آخر المباراة لعب رامي وبوفتيني وصديقي وعب في الأظهرة الأجنحة دورين مزدوجين ومماني وشماخ لعب في الوسط هذه المرة لعب جديد لائد محمد كين وأبو الظهر والاضاق والاضغ والاثر والاضغ 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 لا تهيز المشيل لا أعلم في الاني رأيك لم تتنسى اللعبة في الوسط ليس الاسمية انني ا Such everyday اذا هم بأسنون في الوسط المساج اللعب A point of theаль Yay Can这样 والله هذا اللعب معها وًالأمام كان له مالاكه اعتلاف من ل petite وينún پحلي اعتلاف من لدي عم ترمي ومودعي ومودعي تنائية والتولاتية أو التمرينات القصيرة كي تحرك كي تحرك كي تستلم أدهلني البارحة وكنتمنى أن بعدما يعد أوبيلا يحاول إردحكا ما يجرب التولاتية في الوسط يلعب أوبيلا ولعب الخنبوبي ولعب أي مهمة ذات التولاتية أنا متأكد أنه سيكون أفضل تولاتي في هذا الوقت الحالي لأن بكل صراحة الخنبوبي البالح تدخل 21 دقيقة وربع ساعة رائعة جدا المباراة 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 جدا خلص تجليك التعادل فبكل صراحة الخنبوبي قدمت تعطى فرصة قليلة قدمت يقدم مباراة كبيرة فكنتمنى أن يجربوا في مباراة هو وبيلا وقيت محمد أنا عندي تفاقب التولاتي سيكون أفضل تولاتي حالي في حاسية أقدير لأن ذلك أبو ظهر البالح يستلم الكورة بعض الكورات ويقطع بعض الكورات ولكن بكل صراحة ليس هو الوسط الذي يحتاجه حاسية أقدير والاقيد التي قمت بتعديل السائلاته التي تعد عنه المساعدة لدعاة الثالثة مباراة الشاشرة أخوتي لا تفكرني على هذا الثالث ما سأشتري الفيديو وأن تفكره سأشتري الفيديو وأن تفكره سأشتري الفيديو وأن تفكره و اصلا ملعب ما تلعبه و تنسى عليه اخصر لي الفيديو المهم انتمنى التولياتي لعب شفنا ايضا البرح ماني يا اخوتي ماني ماني اللي تخيل ما هي 21 اخيخها درت الرياكشن للمبارت و كنت كان هذرت هذرت على انه ماني كيراوغ يدخل يختارق و ضيه واحد شكورات بالنفس الطريقة كيراوغ يهرب يدخل المربع كيضيعه انتقته ما كيناش واحده خمسة دقيقة و اعطي الهدف اللول بواحد المراوغ شوف كيف اشفرش دك اللاعب واحد المراوغ اخوتي سرحوه في الارض و اعطى الاصيس تمرعيب اعطى الاصيس تمرعيب المنلوكي و هذا هما الحسم و تلك اللمسة الاخيرة كنت من ماني يبقى على هذا النبو هذا هذا اول النقطة اللي كان عندك خيبة هي الحسم والتمرير الاخيرة اي اولاد عنده في ذلك الهدف و المنلوكي بكل صراحة و انتقدنا و سجلوا مع ذلك قال لك بشي واحده نفسي بباشرات بعد ما سجل المنلوكي هدفين و اعطاهم الفوز قال لك قبل المبارد كنت تكرهونني الان هل تحبونني؟ لا يا حبيب لا نستطيع ان نكرهك لان هذه الكورة اللي لم تسجلتها نعم تحركتها زوين ولكن ضيعتها بالطالة و انت تسجلتها فوار و الكورة تريد ان تسجلتها الثاني ايضا غير ثقات لان كل شيء لا تفكي ان تحسي بالفحلي يجعلك العرضية الاسطورية و يجعلك انك تفنن في الكورة و تضربها بالنصف فوائية و لا تقصوه منك اضطيتها في الكورة بالرغم من ان لائب اخر فنان لمواجم مواجم صحيح و تضربتها بالنصف فوائية فقط الحارسي ولكن على المهم هدفين يحسبون لك ضيعت هاتريك ايضا هدفين تسجل لهم لا اعرف ما صراحة ما زال الهدف الأول سوف نقول لك لا تقصوه الكورة انه لا تقصوه ولكن المشكلة ان تقصوه قبل الهدف الشماخ يعني اعطى الكورة لعب واحد ان تستلم الكورة و يدخل انه يلعب العرضية الاسطورية بديك الطريقة البعيدة و يزلق عليها و يتعدد بشي ماركيها لماذا الشماخ لعبتي مبارد زمينة البارح ولكن لماذا لا تقصوه لا تقصوه لماذا لعبتها لي بعيدة و يزلق و يدخل في هذه المشكلة لانه ضرب الحارس و ضرب لها الهدف برغم انه لا تقصوه ولكن الحارس على الهدف لا تقصوه لا تقصوه هدف اخر ان تقصوه بالنفس الطريقة او بالرأس لا تقصوه هدف ضيعة الثاني السبعة الثاني ضيعة ايت محمد للرأس اوه اوه اخباه نوع عمام اختي من الكثير اتوقع تقدم تقدمين الى مباردة كبيرة اكما يعني أنه رغم انه برشيد ما دمت لها فورس كثيرة اوه كيف تقدم الفورس لا كانت خطيرة اخترى من السجل الهدف بعد دخول اللاعب الأصماراني الذي ضيع فورصة و يلسح الهدف تخيل ماذا خوتي القلبة و تغلق الاخر و تخسرت الوشد سوف تكون نكبة و اشفنا التغييرات دخل ليرك الذي يدوره يضيع اهداف سهلين لم تفهمتش عنه ليركي عنده مشكلة يكتر يكتر بعض العبارة كيف اعطاك اعطاك بصوار اعطاك بصوار اعطاك بصوار اعطاك انت مدافع عندك الامكان انك تراوغ تضربه بالليسرية او تراوغ وتعطي الأسس ترجع لفحل الله نفس اللاعب وبغير راوغه الثاني وبغير راوغه و اعتقدت مركيه في الشيكاب العم الجاي وبثافة صاحبه يركني شي لعابة اللي ما ما فهمتش نعم يمكن تحرك ليركيه ساهم في كورة زمانين ولكن بكل صراحة انا بالنسبة لي بارح نجم مباراة عندك ماني والفحلي ايت محمد وضيف عليه من البوفتيني و اذا اردنا نضعه من اللوكي لانه سجزال هدف لان المجهود اخوتي لعابة قبل من الهدف كان مجهود جبار اخوتي و بكل صراحة كون اتمنى وتمنى وتمنى و اتمنى في صديقي اي او Past اذا اخطاء و هتوى توف مرة اعتك مرة اعتك مرة واعتد كتير و اذا كان المخصنى بعدها على الاقل او حسنن عنه من الذي يناوله من تلعبه و انها تلعبه لا ارتكاظ احتياطي ليعود مثلا ابيلا في الغيابه و لكن ما ما اكمل لعود و مازال ما اعرفتش سوف نتلعب الطولاتية الخنبوبي أي محمد ابيلا و كنتمنا تلعب لأن الخنبوب يا أخوتي يشتفج يجعل حركة لمباراة، يجعل حركة الهجوم أعطى وعد الإضافة كبيرة بعكس أبو ظرر، أبو ظرر للعب الماتش كامل ما داروالو ما داروالو وذلك اللعب لأخر أخوتي تنست عليه اسميته والله تتنست عليه فكروني فيها أخوتي للعب الوسط الثالث الوسط الثالث ما شهل ملوك يسميت ديكس اسميها قاع والله أخوتي له منحوس منحوس يا أخونا هذا منحوس ومعيانه ولعب ما تلعبه ونسيته ومشاتليه أولا غليض أخوتي واحد شوية غليض المهم حسن يا فاز جوجل واحد نعتذر أخوتي لأنه ما طلعنش بعد المباراة لتحليل بيت مباشر الحواصلة أيضا أخوتي البارح قدم مباراة زوينة بالرغم من أنه ما تختبر ولكن على الأقل في الكورة التنائية والكورة اللي يرجع لي وكي لعب الكورة الطولية ولا تنويع أخوتي اللي بحلي أيضا ولي كيفهم ما تلعبه أو يلعبه أو يقلبه بأي قليل ولي عطي الملوكي وكان ذاكي في حالة اللي كيرا وأنا لم أجد ذاكي ذاكي أيضا يدخل بها أو يدخل شي شيء بوحده هذا شيء مميز أخوتي وإذا كان يجب أن يكون هذا شيء بحلقة ونتمنى نتمنى للمباراة اللي يحسمون المباراة أعطيتك الفرصة أنك حكمتي وقبطتها كيف سنقول لي سيطرت على المباراة تحسمها وتقتل المباراة كيف تخسر النقاط ثلاث نقاط و ثلاث نقاط و ثلاث نقاط و تلعب على المركز الثلاثة الأولى لأنه بكل صراحة من أنك قادم التنزل حجن على ثلاث مركز فهذا يصبح انتقاد هذا السنة يكون كبير نعم لديه إمكانية التعليب ولا يحسين العابة أخوتي السعادات ، لا يعدون أخوتي ومنهم عندك أشخاص أخوتي 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 أخوة في الوسط و أخوتي أخوة في الوجوهور صغير في الشاب لا أقول لي لي أخوتي ونرى فيديو ونرى الأسماء ونحضره مبروك على جماهير حسنة أقدير ثلاثة نقاط وحيد لليوسفيد ورشيد ونعود لديه أخوتي لي ضاع الحسنية لا تعقده مع اسميه وستعيده ونلعب لبارح رأس حربه ونلعب لبارح وعرف المباراة دير داب ضيعه حسنة أقدير ضربت مقص لا يوجد حسنة أقدير فرطت فيه مبروك الحسنية وحيد لليوسفيد ورشيد ومبروك للملوك يا الله يبقى على خاطره كنت لأبدعة الفارحة فهذا اللي كان إلى اللقاء في مباراة أخرى ونعتدر مرة أخرى أخوتي كان معكم يوسف مقاتيكم تاكتيك يوسف السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته